قانون اليوم ومفهوم اليوم هو قانون المنفعة أهلا وسهلا فيك ببودكاست إضاءات أنا صفا عصور رحكون معك بهذا البودكاست لحتى ننقش عدة مواضيع إلى أثر إيجابي كبير على حياتك وكيف ممكن نضيق الكثير من الجوانب بحياتك ونساعدك على تغيير أفكارك وبالتالي تتغير حياتك يلا نبدأ مفهوم اليوم إلو طابع مختلف لتغيير حياتك كيف ممكن توصل للحرية المالية من خلال هذا القانون كيف ممكن تحسن حياتك أو دخلك المالي إذا أنت عندك تتبنيت هذا القانون اللعبة الأساسية لاحظ أنه كل الناجحين أو كل الناس من رؤوس الأموال هن الناس حسنة تتحل المشكلة أوكي طيب هدول الناس اللي حسنة يحلوا مشكلة معينة عند شخص معين أوكي أنت بالنهاية لما بيكون في عندك مشكلة معانية منها أنت بستعد تدفع عشانا بستعد تدفع عشان تتخلص منها فشو اللعبتنا الأساسية نحن إذا نحن قررنا أنه نحن بدنا نوصل لوارد أعلى لمدخل أعلى لحرية مالية كيف ممكن نعمل هذا الشيء قانون اليوم أو مفهوم اليوم هو قانون المنفعة كيف ممكن أنت تفيد الناس تحل مشاكلهم تقدم قيمة كبيرة لحتى تحسن تشتغل عن موضوع رفع الدخل لو عرفت تتمنى هذا المفهوم أنت بالفعل حسن غير حياتك لاحظ تماما لاحظ أي إشي نجح بحياتنا إن كان الآيفون إن كان السيارة الأفلانية إن كان حتى نعتبر موقع توصل الاجتماعي الرؤوس الأموال الكبيرة كيف كانوا يشتغلوه اللي مثلا نعتبر الميلشامب أو الأكتف كامبين أو حتى برنامج الزوم هو بنهاية لقى مشكلة موجودة عند المجتمع والشريحة اللي هو بدي يستهدفها وأوجد لها حل فجاب منفعة تمام؟ طبعا هذا الكلام موجود في القرآن يعني هي موضوع منفعة موضوع قانون المنفعة وكيف ممكن تشتغل عليه وتوصفه في حياتك أوكي فموضوع قانون المنفعة لاحظ أنت بموحيطك شو ممكن يكون الناس بيحاشته شو الشي اللي أنا ممكن دخله على هاي البيئة والناس يحللهم مشكلة عند الناس أوكي لاحظ كيف ممكن يكون نعتبر مثلا بسوريا بآخر سنتين شو أكتر شي مشي هو موضوع الطاقة الشمسية موضوع طاقة المي ليش؟ طب أوكي بجوزكم ما في كهرباء لكن أنا طب أوكي شو ممكن أنا أحل مشكلة الناس هون ولد لون كهرباء طب شو ممكن يولد لكهرباء هي الطاقة الشمسية شبهة الطاقة الشمسية كل ناس بشرب طاقة الشمسية وسط الحرية المالية أو إنه واردة ممتاز ليش؟ حلت مشكلة لعبة بسيطة لمجردك أنت فهمت هذا الأساس وفهمت موضوع قانون المنفعة فأنت قادر أنك أنت تحسن حياتك أوكي أنا موظف طيب أوكي بعد الوظيفة شو ممكن أعمل؟ شو ممكن يفيد الناس حاليا؟ وكيف ممكن يشتغل عن موضوع فائدة الناس؟ طيب يا جماعة شو المشاكل اللي السوء حالياً بيعاني منها؟ طيب شو الشي اللي ما عم يوصل لعندهم؟ طيب لما نيجد أوبر أو موضوع التوصيل في كثير عالم بدأت تشتري أشياء أو تشتري غراض وبنوصله أتمى نملاقي حدا يوصلها أوكي يا جماعة يلا نعمل تطبيق عشان موضوع التوصيل حلت مشكلة هادول الناس اشتر وقتهم اشتروا جهدهم حدا في حدا عم يوصلهم اموران روائق عاديين ببيتهم نحلت مشكلة لعبتك الأساسية هون بدك تبدأ إيش جديد بدك تدرس احتيار سوءك تعرف تمام كيف تقدم قيمة ومنفعة للناس تمام ومثل ما تاين كيف ممكن كيف ممكن أنا دخل إشي الناس بحاجته وبنفس اللوقت هو يجيب لي قيمة وبنفس الوقت يقدم منفعة كبيرة للناس مورا كرواء ابدأ تمام هدا كان قانون اليوم هو قانون المنفعة ما حبيت طول فيه لأنه هو كتير وارد لكن في كتير عالم ما نعرف أنه تبلش فيه اللي بجرد أنه أنت تبرنيت قانون المنفعة بحياتك أتوقع كتير حتغير حياتك حتى لو وعى صعيد للشخصي لاحظ كتير أشخاص لما بيجوا لعندك بيضيفولك قيمة اللي بجرد أنك أعد معه هنا نضيفولك قيمة لأنه هو نفعك يعني هذا الشخص أنا ما بقى أعد معه فقط تسليه هذا الشخص فادني تمام قديش ممكن تتغير حياتك قديش ممكن تحس أنه الناس حابة تقعد معك أنا بدي أعد بدي يكون قريب من هذا الشخص عيلتك اللي بجرد أنه أنت تحل المشكلة عند عيلتك قديش ممكن تكون أو تغير حياتك قديش ممكن يكون إنتك عند عيلتك عالية أنا ما فيني يدخل عن هذا الشخص ليش؟ لأنه هو عم يقدم لي قيمة عم يقدم لي منفعة تماما بكل مكان أنك تترك أثار وتقدم قيمة هذا الشيء يتطلب منك علم طبعاً على المحيط يتطلب منك قراءة يتطلب منك علم يتطلب منك أنه أنت تكون حاسن تقدم هاي القيمة عن جد فتبنوا هذا الشيء بحياتكم في كتير مثلاً أحيان ولو كان مثلاً نعتبر بالجم مثلاً نكون واقفين أو قاعدين أو إلى آخر هي عم نلعب ففي حدا بيعمل حركة غلط فأنا بس بيجي أنه إذا بتحبي هيك بيضرب ظهرك ممكن تعمليها بهذه الطريقة يمكن أحسن لك قدمت قيمة بسيطة بجوز ما كل الناس تتقبلها لكن أنت بتشوف تدرس أنه حاسن أن أقدم هاي القيمة أقدم هاي النصيحة بهاي البساطة لأنه هي بالنهاية بيوم من الأيام ممكن كانت تخسر ظهرها لأنه هي عم تمنح حركة غلط فأنت بتشينا بهذه البساطة قدمنا منفعة بسيطة وبتمشي إذا الشخص بجوز ما كل الناس تتقبل فأوكي هذا تقديرك بالنهاية أوكي فهي على الصعيد المالي على الصعيد الشخصي على الصعيد العلاقات قيمة المنفعة أو قانون المنفعة ممكن عن جد يغير حياتك فاتبنوا هذا الموضوع عن جد أشوفك الحلقة الجاية بكل توفيق يا رب ترجمة نانسي قنقر